السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحكى أن رجلا عجوزا كان يعيش في قرية بعيدة وكان أتعصى شخص على وجه الأرض حتى أن كل سكان القرية سائم منه لأنه كان محبطا على الدوام ولا يتوقف عن التذمر والشكوى ولم يكن يمر يوما دون أن تراه في مزاج سيء وكلما تقدم به السن ازداد كلامه سوءا وسلبية كان سكان القرية يتجنبونه قدر الإمكان فسوء حظه أصبح معاديا ويستحيل أن يحافظ أي شخص على سعادته بالقرب منه لقد كان ينشر مشاعر الحزن والتعاصد بكل من حوله لكن وفي أحد الأيام وحينما بلغ العجوز من العمر ثمانين عاما حدث شيء غريب وبدأت إشاعة عجيبة في الانتشار الرجل العجوز سعيد لليوم إنه لا يتذمر من شيء والابتسامة ترتسم على محياه بل إن ملامح وجهه قد أشرقت وتغيرت تجمع القراويون عند منزل العجوز وبادره أحدهم بالسؤال ما الذي حدث لك؟ وهنا أجاب العجوز لا شيء مهم لقد قضيت من عمري ثمانين عاما أطارد السعادة بلا طائل ثم قررت بعدها أن أعيش من دونها وأن أستمتع بحياتي وحسب لهذا السبب أنا سعيدني الآن العبرة المستفادة من هذه القصة مستمعية القرام لا تطارد السعادة بدلا من ذلك العبرة المستفادة من هذه القصة مستمعية القرام لا تطارد السعادة بدلا من ذلك استمتعوا بحياتكم اشتركوا في القناة